أحريك الإصبع كما أرانيه شيخنا الألباني رحمه الله فقد كنت أصلي بجانبه يوماً في الصلاة وبعدين بحرك كنت أحرك إصبعي هكذا كنت أعمل كذا كنت أحرك إصبعي هكذا فالحية لما خلصنا الصلاة فقال لي يعني هل قرأت شيئاً يوافق هذه الحركة سبحان الله يعني أنا تأثرت كثيراً بأدب الشيخ رحمة الله عليه معي يعني مش أعترض وقال لي إيه الجهل اللي أنت بتعمله ذا والكلام ذا لا سألني هل لي مستند يعني أن أنا بأحرك الإصبع هكذا فأقول له لا سوى أنني قرأت في كتابك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك فحركت قال لا هذا ليس اسمه تحريكاً ده اسمه خفض ورفع ده اسمه إيه خفض أهو ورفع خفض ورفع طيب كيف أحرك يا شيخنا فقال هكذا وضع إيدك على الركبة ونصب هذا الإصبع إلى القبلة هكذا وجعل يحركه حركة شديدة في مكانه يعني لم يصرف الإصبع عن القبلة يجيبه تحت وطلع فولا كده الإصبع متجه إلى القبلة وعدين يحرك هكذا بشدة هكذا ده صفة تحريك الإصبع كما رأيتها من شيخنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر